أهلا بكم من جديد مشاهدين في جولتنا الإخبارية بالعراق اليوم نناقش آخر مستجدات ثورة تشرين لنهار اليوم مع ضيفنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور فالح خطاب أهلا بكم مرحبا بكم حياتكم دكتور فالح بعد ظهور أدلة جديدة ومقطع مصور يثبت تورط القوات الحكومية في قتل هذا الميليشياوي ماذا تبقى لدى القوات الحكومية والأمنية من حجج وربما اتهامات للمتظاهرين السلميين بسم الله الرحمن الرحيم كنت أود أن تكون هناك فعلا قوات حكومية بالمعنى الحرفي للكلمة أو قوات أمنية واقع الحال يقول أنه لا توجد هناك مثل هذه القوات هناك ميليشيات أغلب الظن أن الميليشيات تتصارع فيما بينها هناك صراع ميليشيات ربما على منصب رئيس الوزراء هناك ميليشيات قوية حزب الله العصائب جماعات أخرى مقتدى صدر مثلا أو شيء هذه لها وجود في الساحة هناك وهي قريبة من موقع الأحداث وبالتالي هي تمارس كل ما تمارسه من جرائم ولا وجود أصلا لحكومة ولا وجود لجيش ولا وجود لمؤسة إمنية وبالتالي هذا نعتقد أنه صراع ميليشيوي بامتياز لكن آثار السلبية يريدون أن يعني يرموها على عاتق الثورة من أجل شيطنت هذه الثورة وإخراجها بمخرج سيء رغم أنها هي التي تتلقى الضربات وقدمت حتى الآن حوالي 600 شهيدة أو أكثر مقابل أكثر من 20 ألف جريح لكن مع ذلك هي تتلقى مثل هذه التهم بالحديث عن هذه الاتهامات التي تلقى للشارع والمتظاهرين السلميين كانت لجنة تنظيم تظاهرات في ثورة التشرين أدانت ما حصل ونفت أنها تعرف حتى المتظاهرين الذين نكلوا بالجثة رغم أن صاحبها تعود لشخص بعنصر من عناصر الميليشيات كيف تفسرون هذه السلمية التي بدأت وتستمر فيها اللجنة المنظمة للتظاهرات نتحدث عن موقفها للجنة نعم السلمية هي حقيقة العقيدة الأساسة الآن للثورة هذه الثورة خرجت استرداد وطن خرجت لبعث هوية العراق الوطنية من جديد لكن سلاحها الأمضى والأقدم والأقوى هو سلميتها رأينا هذا قبل أيام عندما يوم عشرة عندما تجمع الناس وكان هناك دعوات مبطنة من أجل عمل أشياء معينة كل ما هناك هناك محاولات من الثورة المضادة من المعسكر المضادة من أجل إخراج هذه الثورة عن مسارها الذي يبدو لحتى الآن محسوبة خطواتها بدقة كل خطواتها محسوبة بدقة ومن هذه الخطوات المهمة جداً السلمية إضافة إلى خريطة طريق واضحة عندهم خريطة طريق واضحة بالأرقام واحد اثنين ثلاثة نريده كذا عددوا عشر نقاط يمكن قبل فترة نريده كذا وكذا فالأمور واضحة السلمية هذه سلاح مهم جداً برغم من يقول عنها أنها قد تؤخر أو تعوق أو شيء ولكن حتى الآن هي سلاح ماضي لأنه المظلوم عندما يتعرض للظلم ويتعرض للانتهاك على الأقل يثبت للآخرين أنه صاحب قضية وأنه يتعرض للأذى والظلم مما يستدعي مناصرته هل نتوقع سيناريوهات مماثلة لمثل هذا المشهد الذي شاهدناها اليوم حول هذه الحادثة في الأيام المقبلة لمحاولة إجهاض هذه السلمية؟ يعني طبعاً إحنا تدرجنا رأينا أنه البدء كان في القنص ثم القنص يعني والقتل بالملقط يعني هكذا بالانتقاء ثم انتقلنا بعدها إلى مجازر كبيرة في الناصرية وفي النجف وفي أماكن أخرى ثم الآن انتقلنا إلى السينك طبعاً لا ننساها ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة خطيرة مرحلة الخطف والقتل وهي مستمر طبعاً وتتصاعد إلى أن وصلنا اليوم إلى مرحلة التمثيل بجثة معينة قتلها ثم تعليقها وبطريقة طبعاً يعني لا يستطيع أن يفعلها أحد إلا من هو متمكن من الشارع بالسلاح وبالقوة ومسنود ومدعوم وجواباً على السؤال نعم نحن سنشهد ربما ليس بهذه الطريقة ولكن هنا إحنا إذا حرب أشبح حرب استخباراتية بامتياز لأنه قرار القمع بالدبابات والطائرات لم يصدر بعد كما نعلم هناك محاولات لشراء الوقت من قبل إيران من قبل أطراف أخرى دولية للأسف الشراء الوقت من أجل إما أن هذه الثورة تنهار من داخلها أو يصيبها الملل أو السأم أو ينفض عنها الناس أو أنه يبدأ تصعيد مسلسل القمع تدريجياً حتى الوصول إلى القمع الأكبر لكن إيران ليست حتى الآلقة حتى هذه اللحظة ليست بوارد الدخول بهذه القوة إنما الدخول في حرب أشباح حرب استخباراتية تلتقط من هنا ومن هناك وتؤذي من هنا ومن هناك بقصد إحداث فوضى داخل الصف الثوري بقصد إحداث تشويه لسمعة الثورة وهكذا كيف يمكن للمتظاهرين السلميين مواجهة مثل هذه الممارسات؟ خاصة إذا تحدثنا عن تصريح أخير لقيس الخزعلي قبل أن تحجب شركة تويتر صفحته تحدث عن ضرورة إنهاء الفوضى فوضى التظاهرات السلمية المتواجدة والصامدة في الشارع منذ ثلاثة أشهر ربما كلام قيس الخزعلي يشير بوضوح إلى الخطة الداخلية لقوة الثورة المضادة الكلمة المفتاح هي الفوضى هم يريدون نشر هذه الفوضى داخل تجمع الثورة أما استراتيجية الثورة كيف يمكن لها أن تستمر؟ تستمر بشيئين بالثبات على مبادئها باستمرار الزخم زخم الشارع باستمرار تأييد الناس توافد الناس إلى ساحات الثورة والاجتماع والانتفاضة والتظاهر هذا هو الحل الأمثل الثبات على المبادئ الثبات في هذا الوضع الصعب لأنه الآن الثورة تمر في منعطف خطر وهذا المنعطف يعني يستحق أو يريد أو يتطلب الثبات والثبات والسلمية طبعا وتحمل الأذى من أجل أنه تمر من هذا العنق الزجاجة هذا في خبر عاجل وردنا قبل قليل كانت القوات الحكومية والميليشيات استهدفت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي في ساحة الوثبة كيف يفسر تصاعد العنف وتواصله أيضا تحديدا في هذه الساحة؟ يعني كما قلنا مرارا بالطرف الآخر الثورة المضادة النظام المعادل الشعب النظام الخارجي الذي يحكم العراق الآن لا يملك إلا لغة القمع لغة الدم لا يملك إلا هذا الرصاص الذي يوجه إلى صدور المتظاهرين يعني الآن أصبحت العلاقة بين هذا النظام وبين الشعب العراقي كله هي علاقة دم وعلاقة قتل وسفك دماء لم يعد هناك الشرعية لهذا النظام مما استلفتني مثلا اليوم في الأخبار أنه آخر ثلاثة خطفوا من أسماءهم شيعة وسنة إذا أخذنا بهذه الأعتبارات التي جبرنا عليها التي أمليت علينا لكن مهم جدا أن نفهم أن المختطفين فيهم سنة وفيهم شيعة هذا معناته أن هذا النظام لا يميز في القتل وفي سفك الدماء وفي الخطف وفي الاعتقال وفي كل الجرائم ما بين أحد وأحد هو يقتل الشعب ولذلك سيستمر في نهجة في السنك وفي التحرير وفي أماكن أخرى لكن كل هذا لا يفت في عضد الثورة التي ستستمر لأنه من لا يرى كيف الناس يتصرفون وكيف يخرجون وكيف يهتفون وكيف يحتفلون بهذه الثورة لا يعد بصيرا أو مبصرا ليس له عيون يرى بها هذه صورة واضحة جدا لشعب ثائر لا يمكن أن توقف إطلاقات النار ولا رصاص الكاتب والباحث السياسي دكتور فارح خطاب شكرا جزيلا لكم على هذا التحليل والنقاش كنت معنا في استوديو العراق اليوم